حتى هذه اللحظة يعني أنا خليني أمثل دور الغائب حتى هذه اللحظة المكلف مثل ما نسمع يريد أن يقطع الطريق عن هذه المرحلة السابقة ليبدأ بمرحلة جديدة ليش ما ننتظر ما الذي سيجري في قبة البرلمان وبالتالي على أساسه سنقرر أن كانت حقائق أم كانت لا لأن ما نسمعه يعطينا جرعة من الأمل سيد نجم نعم سيد نجم أولا حكومنا يعتمد على المقدمات لا يعتمد على الآمال الفارغة يعني لا يعتمد على أوهام ويعتمد على يعني ما قبليات أحد عدنا اليوم حقائق ظهرت على الأرض أعطيك أمثلة منذ تكليف الرئيس علاوي حتى هذه اللحظة كم مرة أخلف في وعده شوفوا أن تروح راقب خطاباته وهي مدة لم تتجاوز الشهر آخرها ما قاله عن الكابينة الحكومية بأنه سيعلنها هذا الأسبوع يعني قصد الأسبوع المقبل وأنه يطالب البرلبان بأن يعقد جلسة الثنيان يعني غدا وأنه سيعلن هذه الكابينة على الملأ على الملأ الأسبوع الماضي وبالتالي حتى هذه اللحظة لم لم يعلن أي كابينة تعتقد أن هذا سببا كافيا للإدانة دكتور؟ هل تعتقد أن هذا سببا كافيا؟ لا لا أستطيع أني مثال سيد نجم ولذلك أنا من المقدمات التي تاني بها راح أسألك سؤال من المقدمات أين الدور الإيراني؟ وهل إيران فعلا تثق بالكتة التي تعنيها بأن تعطيها هذه الامتيازات؟ هل تثق بها؟ شلون يعني مرات أنا أهم أريد واحد يفهمني؟ جيد أنا هسأ راح أجوبك وهذا السؤال أيضا بسيط بعد اغتيال سليماني وأبو مهد المهندس وهم كانوا الممثلين الحقيقيين لموضوع الحكومة بهذا المحور وليس المحور الآخر بعد هذا الاغتيال أصبحت أصبح الزعيم السياسي الممثل لهذا المحور هو السيد مغتد الصدر نعم زعيم سائرون يا أخي وبالتالي اليوم الكرة في ملعبه هو الذي يحرك البعد الشيعي هو الممثل الأساسي لهذا المحور اليوم بعد اغتيال سليماني وأبو مهد المهندس فهذه قضية ما تحتاج إلى كثير نظر وكثير تحليل القضية واضحة جدا واضحة من التصريحات واضحة من التغريدات واضحة من الضغوطات فمن يحتاج إحنا أن نتأمل أشياء وفق أشياء غير موجودة يعني إيران تضع تقلها كما تدعي على سائرون وتعطي القيادة للسيد مغتد الصدر بالعراق هيك فهمت منك؟ نعم هذا واضح جدا والدليل على ذلك أنهم يعني اليوم بحركتهم استطاعوا وقت كثير من زخم المظاهرات ليش؟ ننسي قابل لو تريدون أن نتحدث مو بصراحة نحن لا نخاف حقيقة نتحدث بصراحة أهم أشهد لك ملالك أشهد كثير من زخم المظاهرات هو حراك سيد الصدر بعد رجوعه من قم أو حين وجوده في قم موسيقى